مينا كابتن رضا أكتر مدرب اتأثرت بي يعني حاسس انه انت وانا بشتغل تدريب انا متأثر بي جدا طبعا انت ليك اجزائك وبتكرت حاجات وكل شيء بس اكيد في كل واحد فينا عنده شخص متأثر بي بص الناس انا اتأثرت بيها اولي اشتغلت معا معظمها كل واحد لك مختلف يعني يعني كابتن حاسس ما جاء ده لك مختلف انت ازاي تطلع من لعيب افضل حاجة بدون اي حاجة بدون اي مقابل غير ان انت تلعب كرة بس انا ما كانش في مديات صح فازاي تعرف تخليل اي بيلعب عشان خطرك انت بدون اي حاجة حتى لو فيش فلوس حتى لو في مشكلة في النادي حتى لو هو عنده مشاكل الدنيا هيعرف يطلعك من الجزء ده جزء مثلا خدت منه قراري هنفزه حتى ده له هتسبب ان انا مشي ممتاز انا مشي عندش مشكلة انا حتى في وقت من الوقت بقوله يعني انت بتاخد قرارات في حاجاتك في حاجات ممكن تقوله بص هما اقصى حاجة ممكن تحصل ايه وقلت له هاية تمشي قال له تب مين ينفز فكري وقدرتي للفرقة يبقى اي شو موجود وانا واخد دي صراحة ممتاز يعني انا ودايما انا بدخل اي مكان اقول واحد اتنين تلاتة اربعة هعمله وده شغلي وده انظامه ومش هتغير فانت بتدخل في النص تغير سلام عليك انا مشي حصلت اه حصلت اه يعني بس انا برضو احنا احنا مرن ولكن في حتة ما فيهاش مرونة اه ايه الحتة اللي ما فيهاش مرونة بالنسبة ان ادارة تدخل مع العيبة مش هيحصل اه ما فيش علاقة مباشرة بين ادارة والعيب اه انفعش احد جيب مرة قال لك والله ما عليش يعني ما تزوق فلان نهاردة يلعب في المطش وابتعف هدايقك فولتو يلعب مع لا 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 يا بتدخل ممكن تتقال في السياق ولكن بتبقى شوردر لا ممكن تبقى بدردشة انا عارف ان انا مش عاملة يعني انا مش عاملة اه يعني بتتقال في السياق الوجهة النظر اه عاديم من اكل مع بعض والله ما انت بتعلمش لها كابتن ردة فلان عادي وده حقه اه حقه وحق اي انا دايما نقول حق اي ادارة تعال يا رضا نعود انا شايف كذا برحتك انا وانت تعال نقول لحنا عايزين لما على الملأ لا اتكلم حقك وانا اقوله وجهة نظر تقوله وجهة نظرك بس في الاخر هو يبقى قراري مش يبقى قراري